خلينا نروح للخبر التاني اتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة المهندس دكتور حسن مصطفى تعرفين طبعا حداك انه عايين لجنة مؤقتة تدور شؤون الاتحاد حتى انتخابات قادمة الحقيقة احنا جريدة الشروق او موقع الشروق ناصر بعت خطاب جديد اتبعت للاتحاد الدولي من الاتحاد الدولي لاتحاد المصري لجنة الجديدة طلب منها بنود معينة يمكن عشر بنود انا هستعرضهم سريعا وقفلكم على بندين تلاتة دول المهمين اول بند قال اللجنة المؤقتة يجب ان تتسلم فورا كل الامور الفنية وده طورة طبيعية والمالية والادارية رقم اتنين اللجنة المؤقتة يجب ان تدير وتتابع الامور اليومية الخاصة بكرة اليد تمام ما فيش مشكلة رقم تلاتة اللجنة المؤقتة يجب ان تتابع وتنفس البرنامج الخاص بالمنتخب المصري طبعا لان منتخب مصري عنده اولمبيات فلازم يتابع الاعداد الفني للمنتخب وده طبيعي أربعة لجنة الموقعة هيجب أن ترفع تقريراً كل أسبوعين إلى الاتحاد الدولي خاص بالأنشطة وما تم تنفيذه برائب أداء اللجنة خمسة تحت إشراف الاتحاد الدولي اللجنة الموقعة هيجب أن تراجع آخر نسخة من اللوح الاتحاد أجيلكم هنا بقى الاتحاد في 2017 السابق برئاسة المهند الشام نصر اللي الحقيقة مناسبة بنقول له ألف سلامة طبعاً عنده كورونا ونتمنى له السلامة والشفاء العاجل حقيقة تمام فكانوا في 11 يونيو 2017 اعتمدوا ليحة ولكن بناء على أن ما فيش إجراءات اتخذت لأتمد هزا الليحة كان بند من بنود حل هزا الاتحاد طب هم خدوا موافقة بعتوها للاتحاد الدولي يعتمدها للاتحاد الدولي حط ملاحظات الموضوع وقف عنده هنا فالاتحاد الدولي قالك لا ارجع لي تاني لـ 2017 اعتمد لي الليحة تاني اعتمدها لي وابعتها لي تاني لاتحاد الدولي راجعها وحط في اعتبارك الملاحظات اللي ابعتها قبل كده طيب بعد ما الاتحاد الدولي يعتمد النسخة النهائية اللي عليها التعديلات اللي بتاعت الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي هتروح للشؤون القانونية اعتمدها هتيجي من الاتحاد الدولي يدعو الجمعية عمومية غير عادية اللجنة المؤقتة دي تدعو الجمعية عمومية غير عادية بند واحد اعتماد النسخة النيائية من اللايحة هنا بقى النقطة التريكي فين؟ التريكي انه 2017 اللي حق لهم اعتماد او الانديا اللي هتحضر في جمعية عمومية دي الجمعية العمومية بتاعة 2017 اللي هي اخر جمعية عمومية معتمة ده وهنا فيه برضو نقطة ان كان فيها 50 مجلس مركز شباب هل هيحق المركز الشباب دي المشاركة في جمعية عمومية الغير عادية ولا لا؟ ليه بقول كده؟ لان زي ما حضركم فاكرين اللجنة العمومية المصرية قالت لا ملكش الشباب ملاش حق ووزارة الشباب قايت اني لا حق هنشوف الدنيا هتروح فين؟ طيب بعد ما يعتمد 2017 اللجنة او تعتمد الجمعية عمومية النسخة النائية من اللايحة هتوديها طبعا للجنة العمومية المصرية طبعا تبقى لقانون الرياضة المصري عشان تعتمدها وتنشرها في الوقاع والانتخابات هتجرى على هذه اللايحة طيب سؤال تاني هل اللجنة المؤقتة دي اللي هتدير الانتخابات؟ لا مش هي هيتم تعيين لجنة محيدة شغلتها بس كبول وراء الترشح بحثوا الحاجات كلها لتتعلق بالانتخابات ملاش علاقة بإدارة الاتحاد ليه علاقة ببند الانتخابات بس والتجهيز الانتخابات جديدة تمام؟ وهيكون طبعا هتتعامل اتبعا للليحة اللي تم اعتمادها اعتماد نهاية ولو تاخدوا بالكم ده خارطة طريق واضحة حطها لتحاد الدولي عشان نوصل بانتخابات ويجي مجلس جديد يدير الاتحاد بعد انتخابات بعد اللجنة المقدارة اللومبية في انتخابات الجماعية العمومية اللي هتيجي بقى وهيشرف عليها اللجنة المحيدة ده كان خبر مهم الحقيقة خارطة الطريق محترمة قلنا نعراض على حضراتكم بالتفصيل